حاجة عايزة فكرك ان الباب بنا وبين ربنا ابدا ما بيتقفلش احنا اللي بنقفله لكن من قبل رب العزة سبحانه وتعالى الباب مفتوح واكبر دليل على ده سيدنا الامام ابو حنيفة الفقه المشهور صاحب المذهب الفقه المشهور الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان كان له جار سكير بيشرب خمرة فيعني كان ابو حنيفة يعتزل هذا الرجل ولا يكلمه وينصحه دايما ويقول له لازم تبطل خمرة وتقلع عن خمرة المهم في يوم من الايام مات هذا الرجل السكير واوصى زوجته ان يصلي عليه ابو حنيفة فابو حنيفة قال لا طبعا صليش على مدمن خمر انا ما صليش على شارب خمر فجاء هذا الرجل الامام ابو حنيفة في المنام وهو يمشي في الجنة يزير في الجنة ويقول الحمد لله يا ابو حنيفة ان الجنة ليست في يديك يعني الحمد لله ان الجنة مش في ايدك فسيدنا ابو حنيفة خرج راح لزوجة هذا الرجل السكير فقال لها ماذا كان يفعل زوجك قالت كما تعلم يعني كان بيشرب خمر وما الى ذلك بس هو كان كل جمعة يأتي فيطعم ايتام الحي كل جمعة يأكل الولاد الصغرين بتوع الحي ويقول ادعوا لعمكم عاسى الله ان يتوب عليه هو ده سيدنا ابو حنيفة ادرك ان هذا الفعل الطيب وهذا العمل الطيب كان سببا في ان الله تبارك وتعالى يمن بالعفو على هذا العبد شفت الجمال قال له الحمد لله ان الجنة مش في ايدك يا ابو حنيفة الانسان بيتغير اما الرب رحيم رحمن رحمته لا تتغير لا تتأثر اوعى حد يقفل الباب بينك ومن ربنا اوعى انت نفسك تقفل الباب بينك ومن ربنا بما اننا النهاردة 14 رمضان والناس بتالت تتعب ومتعودين دايما ان العشرة الاول في رمضان بتبقى المساجد مليانة والعشرة الاواخر بتبقى المساجد مليانة والعشرة اللي في النص عملية بتهدى شوية